مع دخول الحرب عامها التاسع مخلفة جروحا غائرة في الوجدان اليمني جراء الانتهاكات الجسيمة التي اقترفتها أطراف الصراع تتضاعف المعاناة أكثر من أي وقت مضى خاصة مع فشل منظومة القضاء ليصبح الإفلات من العقاب يشكل الخطر الأكبر على حقوق الإنسان في اليمن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أصدرت تقريرها الدورية الحادي عشر وثقت فيه قرابة ثلاثة آلاف حالة انتهاك سقط فيها ثلاثة آلاف ومئتان وسبع وثمانون ضحية من الجنسين خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023 التقرير رصد سبعمائة واثنتين وثمانين واقعة قتل وإصابة سقط فيها مئتان وثمانية وثمانون قتيلة منهم إحدى وعشرون امرأة وثمانية وأربعون طفلاً وستمائة وسبعة وخمسون جريحة تصدرت جماعة الحوثي قائمة تلك الانتهاكات بواقع مئتين وسبعة عشر قتيلة فيما سقط خمسة وخمسون قتيلاً نتيجة ضربات طيران التحالف كما انفرد الحوثيون بزراعة الألغام والتي تسببت بسقوط خمسة وخمسين قتيلة بينهم ثلاث نساء وأحد عشر طفلاً التهجير القسري والاعتقال التعسفي لا يزال يؤرق اليمنين حتى اللحظة فخلال الفترة المشمولة بالتقرير سجلت ست وستون واقعة تهجير قسري وستمائة وتسع وثمانون حالة اعتقال تعسفي كان لجماعة الحوثي نصيب الأسد من تلك الانتهاكات أرقام صادمة تؤكد أن البلاد تحولت إلى غابة مستباحة وبات المدنيون يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل على يد أطراف استمرأت الوحشية وامتهنت الجريمة ويزيد من هول الكارثة غياب مؤسسة القضاء وطغيان الميليشيات شمالا وجنوبه ليصبح السؤال عن مسؤولية التحالف في تغييب الدولة في المناطق المحررة لتتضاعف كلفة الحرب إنسانيا وأخلاقيا خاصة مع العبث الإماراتي عبر تحويل الكثير من المنشآت الحيوية إلى سجون سرية تمارس فيها أبشع الانتهاكات فهل حان الوقت لإيقاف مسلسل الجريمة وإنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم؟ أم إن غياب الدولة زاد المشهد قتامة لتصبح التقارير الحقوقية مجرد صيحة في واد سحيق سحقت فيه العدالة وكبل الضمير وباتت الوحشية متحكمة بتلابيب البلاد شمالا وجنوبا ترجمة نانسي قنقر شكرا